السلام عليكم أخواتي أهلا بكم في وصفة جديدة تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم قد نحضروا الوزوينة بزاف الديدة الكل تتعجبوا وسهلة المقادير ديالها في هاد الوصفة جد مضبوطة جربوها تعجبكم بزاف بزاف وكيف ديما ما تنسونيش بلايكات ديالكم تشجيعاتكم شكرا لكم بزاف بزاف وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد أتمنى تشوفوا الفيديوهات الأخرى اللي على القناة غتعجبكم بزاف وكيف تتشوفوا الحلوات الجيزوينة شيشة ومرملة من الداخل نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة غادي نحتاجوا 125 جرام ديال الزبدة من الأفضل هدي ديال العلبة أو الطرية الحيوانية 75 جرام ديال سكر سانيدة أو حبيبات أي نصف كأس عنبة 80 مليتر ديال الزيت المائدة ما يعادل نصف كأس عنبة جوش ديال البيضات ومعيلقة صغيرة غادي نملقوها بخميرة ديال الحالويات الفانيلا أي فانيلا وحدة والدقيق حسب الخاليط قريبا 450 جرام وتيبقى حسب نوع ديال الدقيق بالنسبة للطريقة غادي نضيفه الزبدة والفانيلا والسكر حبيبات أو سانيدة غادي نطربهم زيان إما بالبطور اليدوي أو الكهرباء المهم يطلعوا مزيان باش تجينا الخاليط ديالنا خفيف غادي نضيف 80 مليتر ديال الزيت ما يعادل نصف كأس عنبة غادي نخلط مزيان بحال تنحضر الكيك عادي غادي نضيف جوجبيضات ومطابعة لحال ضفت قبصة ديال الملحة في الأول مع الزبدة غادي نخلط مزيان كيف تتشوفو مزيان مزيان دابا غادي نبدأ نضيف الضقيق المغربل اللي غادي يكون ديال الحالويات إلا درتوا الضقيق ديال الحالويات هتحصلوا على حلوة لتتكون زوينة مكزاف غادي نبدأ نضيف شوي بشوي باش ما يجينيش الخاليط تقيل دابا ضفت معلقة صغيرة ديال الخيميرات قريب النصف خمرة اللي استعملت ما كاملاش ثلاثة ونصف جرام أو اربعة جرام دائما تنضيف الدقيق بشوي بشوي باش نحصل على واحد الخاليط اللي يكون طري وغادي يخرج معنا من البوق ديال الحلوة أو البوش اللي غادي تستعمله بتشكيل هاد الحلوة ضروري تكون العجينة خفيفة بحال هاد الشكل غادي نخطة وغادي ندهنها بشوي ديال الزيت وفي هاد المرحلة غادي ندير الفران يسخن غادي ندير بحال هاد الوريدات راه معروفين هاد الشكل اللي بغيتو غادي نستمر العجينة ما تتعدبناش لأنها مرخوفة زوينة من بعد ما كملت من اللي كملتهم في التشكيل غادي ناخد اما هاد اي حاجة عندكم تديرو بها واحد الحفيرة او الأوصبوع ديالنا من اللي ندخلنا هالفران غادي تفوت تقريبا خمسة ديال دقيق حتى الستة غادي نعودو نديرو عوداني هاد الحفر نبركو عليهم شوية باش ما يتسدوش معنا ويبقاو زوينين فاش نبيو ونزينوهم بالنسبة للتزيين خديت نصف معلقة ديال غليكوز واربعات المعاقة ديال مربة لمشماش وواحد المولوين غادي نديرو غادي نقسم الخاليط على جوج غادي ندير في واحد مولوين ديال ونكهة ديال فرمبوز والآخر غادي نخليه في طعم ديال مربة لمشماش بالنسبة لغليكوز اضفت نصف معلقة على ربعات المعاقة قدتهم في كسرونة حتى بدأت تبطع الغليا وطفيت عليهم بالنسبة للحلوة هده هو الليل تتجي فيه زوينة مذهب ما غديش تاخد معانا الطياب بزاف وغادي نقابلوها باش ما تتحرقش معانا وما تتحمرش بزاف بالنسبة للأخوات التي سولوا على البليكوز دير عشرة دراهم هاد العلبة اللي شفته معايا موجود عند اللي تيبعوا مواد الحلويات بكثرة وغادي يبقى معاكم حتى الست شهور في تلاجة غير غطيه وقت ما استخدمته غطيه وغادي يبقى معاكم مدة طويلة وغادي تعودوا تزينوا بلا ما يسح لكم المربة كيف ستتشوفوا هادا درتليه المنكيهات هادوك اللي شفته معايا سناخدهم بخمسة دراهم عندي تيبعوا مواد الحلويات حتى هما تيبقى مدة طويلة في تلاجة تيبقى وشهور غادي نزينوا بهذا الشكل إما بمعلقة إما بهذا السورينج اللي شفته معايا تيجي تشكيل ديالهم رائع وبنسبة للغليكوز ما تيخليش لنا الكون في تير يسيح من الحلوة وبتيخليش يتلق في الحلوة الماء ويتجينا تبقى تفرتت هادا هو شكل ديال هاتا تيجي رائعة تنتمنى الفيديو يكون يعجبكم وتجربوها زبينا بزه هانا تيعجبوني هاد النوع ديال الحلوات ما تيخدوش الوقت وتيكونوا لداد وتيعجبو حتى الوليدات ديالنا تنتمنى تجربوها وبصحة والراحة ما تنسونيش باللايكات ديالكم وتشجيعاتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر